السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني حالين في جميع انهاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة ارحب بكم اجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل القناة التعليمية وجمعتكم مباركة المخزون الاستراتيجي ما هو يا ترى المخزون الاستراتيجي كل دولة لديها مخزون استراتيجي تلقى اليه عند الحاجة النحل ما هو المخزون الاستراتيجي في مملكة النحل وما اهميت ذلك بالنسبة للنحل ومتى يقب على النحال ان يوفر هذا المخزون اسئلة كثيرة مطروحة حول المخزون الاستراتيجي بالنسبة للنحل داخل الخلية يقب على تساؤلنا الاستاذ محمد الجراح من الاردن فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله أخي أبو عبدالله الغالي وحيا الله بجميع الإخوان المتواجدين في هذه المجموعة الطيبة نسأل الله لنا ولكم التوفيق في كل خير أخي أبو عبدالله هنا أنت تتحدث عن المخزون الاستراتيجي المخزون الاستراتيجي للنحل يجب أن يتواجد على مدار العام سواء في موسم أو غير موسم سواء هذا العسل المتواجد على جانبي الحضنة الإطار اليمين والشمال من جانبي الحضنة سواء كان هذا عسل حر أم عسل تغذيه فيجب أن يتواجد وباستمرار في ارتفاع درجات الحرارة من خفاضها صيف ربيع خريف شتاء يجب أن يتوافر أما بخصوص عشاش الحضنة ومخزون الطوارئ الذي بجانبه وهو ما يسمى الهلال العسل لهذا يجب أيضا أن يكون موجود نشاهد عندما تشتد الطائفة ويصبح النحل في حالة نشاطية قوم بنقل هذا العسل أو التهامه والعمل فيه من البناء الشمعي أو تغذية الإرقات هذا يجب أيضا أن يتوافر فإذا كانت الخلية لديها مخزون استراتيجي وكافي فإن هذا النحل سيقوم بالنشاط باكرا أما إذا كان النحل يشعر في حالة جوع والجوع ضرب هذه الخلايا فلن تتقدم هذه الطوافة وإنما سيقوم النحل بجمع هذه الرحيق ووضعه في الخلايا لاستخدامه في وقت لاحق للتغذية أو للبناء الشمعي هياك الله أخي أبو عبد الله نعود إخواني الكرام هنا حول السؤال الذي تم طرحه من أخينا أبو عبد الله بأن التغذية إخواني الكرام التغذية تنقسم إلى ثلاثة أخسام تغذية تحفيزية أو تنشيطية أو تحريضية كما يريد البعض أن يسميها والتغذية التخزينية والتغذية التعويضية أما بخصوص التغذية التحفيزية هي تقدم بجرعات خفيفة حتى يشعر النحل بأن هناك موسم وهناك تدفق للرحيق وتستشعر الملكة بذلك وتتوسع فيه عشاش الحضان ويقوم النحل باستخدام هذه التغذية للاستخدامات اليومية من بناء شمع من تغذية لليرقات التغذية التعويضية هي عندما يقوم النحل بتقديم النحال يقدمها للنحل في حال تم أخذ المحصول نهاية الموسم عندما يتم قطاف هذه الخلايا وأخذ المحصول الذي أنتجه هذا النحل ويقوم بتعويضه عن الذي فقده النحل من عسل حر إلى عسل تغذية التغذية التخزينية وهي التي تقدم للنحل قبل دخول موسم التجدي نعود هنا إخواني الكرام إلى مربع مهم جدا وهو التغذية التحفيزية عندما نقول قدم أخي النحال تغذية تحفيزية من 200 ملي إلى نصف لتر للنحل هذا لا يتعارض مع الحفاظ عن المخزون الاستراتيجي للنحل نحن عندما نقول ذلك يعني يفترض بالنحال توفير أكبر قدر مستطاع من التغذية الاستراتيجية للنحل والحفاظ عليها لا يجب أن تنضب هذه التغذية حتى يستطيع النحل من تدارك أي منخفض من تدارك أي تقلب تغصي يحدث لهذه الطوائف نحن نعلم بأن في هذه الفترات تحدث التغلبات الجوية وعدم الاستقرار الجوي وهي ليست منخفضات وإنما تتعرض المناطق وخصوصا بلاد الشام وما يحيطها في انخفاض في درجات حرارة بشكل مفاجئ وتلامس في بعض الأحيان الصفر كما شهدنا قبل أيام قديلة هذه الخلايا إذا لم يكن لديها مخزون استراتيجي فإنها سيعرض النحال هذه الخلايا للموت وهذا لا نريد أن يحصل وحصلت كثيرا وخصوصا في الأردن بعض الأشخاص تواصل معه وكان فقط كميات كبيرة من النحل فدائما إخوان الكرام يجب الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والمخزون الاستراتيجي لا يتعارض مع النحل مع التغذية التي تقدم للنحل لأن النحل لا ينشط على التغذية الداخلية وإنما ينشط على الواردات التي ترد الخلية حياكم الله أخوان الكرام وحيا الله جميع الأعضاء الكرام ترجمة نانسي قنقر